بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه جمعين السلام عليكم مزلزول في الأول ناخ أخواتي في قناتكم حلوية إليانا إليانا قاطو اليوم إن شاء الله أخواتي رح نشارك معكم هذا المطلوع مطلوع الترناخ من أروع يعني بدون منيش يعني بدون مبالغة مطلوع روعة للمبتدئات ما في حتى صعوبة إن شاء الله أي وحدة ولو لأول مرة تديره إن شاء الله رات تحصل على نتيجة جد جد مرضية نقوله بسم الله نبدأ أول حاجة هنا أخواتي رح نعرف معكم هذه العلبة تعل المارغارين يعني الباطاة تعل المارغارين هذي تعل 500 غرام اديت فيها عمرتها يعني هنا كيلة تعل المارغارين تعل 500 غرام باسمي درقيق ضفت لها ملعقة كبيرة سكر وملعقة كبيرة من سوحة تعل خاميرة الخبز وخلطهم مع بعض نحنا ما زال ما نديروش الملح نتابه دائما هذه الملاحظة المبتدئات بعد ذلك اديت نفس الكيلة تعل علبة تعل مالغارين تعل 500 غرام ضفت فيها الماء الدافئ وحنا يا شوفوش هنندير بالملعقة ما يكون محتاجين لا بغا مكسروا الأولو هنا نخلطوها كبير الملعقة ومبعد نخلوها ربع ساعة تترنخ وش معناها تترنخ معناها تقعد في هذا كل ما يعني الحبة تعسميت بعد ربع ساعة راح تشرب يعني ما نشرحين نحتاجه لا للعجن ولا للدلك ولا لحتى حاجة نخلوها ربع ساعة هنا يا بد ما تشرب هذه الحبيبة تعسميت ومبعد بعد ربع ساعة نرجعنا لها هاكم شايفين هنا يا يعني تفعلت شوية الخامعة يعني ربع ساعة فقط قد ما تترنخ فقط تلك الحبة تعسميت جينا هنا ضفنا لهاتنين ملاعق تعزيت تقولوا لي على ضفناها ملاعق تعزيت راح تطري لكم المطلوع بتاعكم لبنات ونضيف لها نصف ملاعقة كبيرة تاع الملح نصف ملاعقة كبيرة تاع الملح هذي هي ونخلط هذو المقادير بيد ديا كي ما راكم شايفين هنا فقط هكذا خلطها برك باش يدخل برك الزيت والملح وبعد نروح نجي بنفس العلبة ذك تاع المارغارين تاع 500 غرام عمرتها فارينة يعني كيلة سميد كيلة ما كيلة فارينة وهنا ماني نعجل موالول بنات فاني ندخل فقط الفارينة في هذك الخالط بهذه الطريقة راح تتحصلوا على مطلوع اللي هو فقط عنده فقط المدة فقط تاع التخمال نختموها كذا نحط للمو كامل العجينة نلموها فقط نجمعوها ونخلوها تريح تخمر نص ساعة بعد نص ساعة راني رجعت لها اظروك شوفوشي نعاود نديها في هذي النص ساعة نعاود نديها نضيف لها يا ربي اثنين ملاعق تاع فارينة فقط قيس ما هذا ما يتسماش مين بعجين يعني قيس فقط كي شغل رطب العجينة اللولة خليتها خمرة نص ساعة ومبعد هنا كي شغل شوفو ندلكها واحد زوش تقيق فقط باش نملس الوجه التاحة ونعاود نخليها تتخمر مليح المرة ثانية يا ربي زوش تقيق مش حاجة متعيبة ولا ها هي هنا يا شوفو فقط ها ولمستلها الوجه التاحة فقط ملستو فقط اظروك هنا نخليها حتى تخمر مليح 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 هنا ها هي خمرة لي مليح 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 ما هي هنا نحيت لهذاك الخمور ومبعد روح تجبت هذا هذا راح تعاونكم بزيف بزيف جبت البابية كويسة هنا نعاود نهبطها اسمحو لي على صوتي راني صباح راني ندلكم الفيديو صباح ربي هنا ديت اسمي ترقيق ودرك راني نقرس في هذوك الخبزات خرجت منها ثلاثة ها هم هنأيا ثلاثة مطلوعات الله الله عليهم وشالله تجربوه لبنة لأنه صراحة غير متعب يعني سقطوك تكوني في المطبق راكيديري في شغلك يا ربي قد ما تحطيه فقط ما ما كديري وانو واحد واحدة تصيبية انا حتى نسيته وحتى طليت شدت البسينة الزرقة تشوف فيه هذه هي انا عاود نجيب هذك الوارقة هذو وارقة هي لبنة سيغتوا سيغتوا المبتدئة راح يعاونكم بزف بزف خاصة لجمع يعني هذه الصغارات اللي خافوا يرفتوا المطلوع استعملوا تقنية هذا البابي رحمة ربتي ما تخافي من المطلوع ها هو تعاود اديتهم هنا ايا ومبعد نحاود نصقمه معك بيدية ملاحظة كين بزر تقول لك أنك نصقم بيدية من إذاك تخرجوا ليعوجة وليك شوفيك تكون مبتدئة نورمال يعني هذا يجي مع الولف وثاني كينة ملاحظة ثاني تقدر تخدمي بالرولو هذا الرولو اللي نديرو بها القاطو اللي ما تعرفش تصقمها بيدية تخدم بالرولو تاع القاطو نورمال شوفوا تعلموا حاجة في حياتكم الحاجة اللي ممكن تعاونكم ودر نتيجة مليحة خدموا بها مش يسروا لوتاقاتو نخدم بها لوتاقاتو ما تقدريش بيديك ما تحارفيش يعني انتي تخرج لك عوجة أخدميها عادي جدا حاوسي المهم النتيجة النهائية تكون مليحة أما الطريقة كما يقول كل الطرق تؤدي إلى روما هذه هي هنشوفوا هنا نعجي نفل لولا ومبعد الزوجة ومعد الثلاثة ومعنا عود نرجع لولا الزوجة الثلاثة حتى نكمل كامل نخلي العجينة شوية تريح هنا راني غطيتهم بالطرشونة ونخليهم يخمروا يعني على حساب الحال فصيفكم عارفين بالخفوف شتايدوا شوي هنا يا بعد ما خمروا لي ها ولا جي تطلي عليهم تشوفوا يبلي ما تخلوه شيفوت وحد الخمور يعني كشو قول لك ما نقولو احنا يفض في الخمور التاعو لا لا يعني شوفوا شوفوا هنا بالبابي كويسون كيفاش نفدوا بكل سهولة يعني ما تخافي تعوجلك ما تخافي حتى حاجة جدا نخلي توسخل ونبعد نحط فوقو هذك الحبة تاع المطلوع وشوفوا هنا المبتدئة تدوريها بعقليتك ما تخافي رح يدي كامل لون متجانس يعني طريقة هايلا هايلا بزاف وتساعدك كما راكم شايفين هنا خليتها حتى نشوفها باللي ملتحت شوية تحمرت شوفيها هكذا ملتحت باللي تحمرت باش تقل بيها هاني خليتها شوفوا هنا كيفاش تبدأ تطلع ها هنا يا ها هنا تروح يدرك تديها تنحيل هذك البابي تشوفي حاجة يعني انس باتيولو لا تعاونك يعني باستقل بيها شوفوا هنا حبيت نوري لكم ما راحل خليتها وراني ندورها بشوية بذك البابي هاي يعني بيكل شوفوا هنا هاي بيت هذي ونبعد نحيل هذك البابي ونبعد نقلبها معا هنا بيكل سهولة يعني مكيش أسهل منها كالبنتي يعني باش تقولوا لي بلي ما فيها حتى حاجة تخافوا الفيدر عطيته لكم لعجين عطيت لكم تاريقة اللي تسلككم ونبعد نخلوها هنا ونبدو ندوروها بشوية ونبعد نطيبو لها لحواشي تاحا كما تعرفوا المطلوع التعناف ولا هنا نطيب لها هذك لحواشي هذي كما راكم شايفين نطيبو لها هكذا هذي طريقة تعنا التقليدية قاعد لي تعرفوها ونقول لكم بصحتكم البلاد جربوه يعني صدقوني البلاد يعني من أروع ما يكون تعرفوني كنقولكم حاجة ما شاء الله يعني جربوه باللوز فروحوني في المطلع يعني صراحة كما تفعلت خيرا بقلب اللوز هذا ثانيا أنا متفعلة به إن شاء الله البلاد جربوه فروحوني لأنه تعبصح تعبصح حاجة من أروع أروع ما يكون شوفوه هنا البلاد شوفوك نقطعوه خفيف خفيف يعني تقدير تأكل بها الشربة لحليب يعني فغير مو حاجة غير متعب عندكم فقط وقت تاعت هذا ما كان كي خاصة حاولي 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 دائما حتى توصل لنتيجة كي بغيتها وفي الآخر حاببتي نقل لك راكي في قناة حلوية إيديانا ما تنسينيش بالدعم والاشتراك دومتي متألقة جراك كنت لنا التلويت